السلام عليكم وصفة البسكوت القديمة حققت نجاح كبير جدا وتجرب نجحة كتير قوي العيد اللي فات لكن جهزوا نفسكم لليف الأعلى شوية من الانبهار لما تجربوا البسكوت بالمأدير الجديدة البسكوت المرة دي زي ما الكتاب بيقول هتحبوا الطريقة دي جدا لإنها نجحة ومظبوطة قوي قوي النهاردة هعمل ليكم بقى موسوعة شاملة من وصفات البسكوت سواء البرتقان، النشادر، جوز الهند وكمان هنعمل بسكوت بالشوكولاتة العيد يعني تقدروا تعتبروا الفيديو ده مرجع شامل للمأدير طريقة التشكيل الجديدة والقديمة وزي بقمعين بس نعمل أشكال جديدة ومشتقل دية تماما وزي ما طلبتوا قبل كده هشتغل بمقدار الكيلو في الفيديو ده كمان المأدير هتلاقوها مكتوبة في صندوق الوصف بالكوب المعياري والجرامات كمان هتلاقوا معلومات عن الخامات اللي استخدمتها من دقيق أو بزبدة تحت الفيديو ده وفي آخر الفيديو لأهم من أي حاجة نوك تكاملوا الفيديو ده للآخر علشان هأكد على نصايح مهمة جدا لنجاح البسكوت الفيديو النهاردة هيكون بالقمع فيديو بسكوت الماكانة هينزل منفصل خلال أيام قليلة جدا انتظروه أول حاجة هامل بسكوت البرتقان سر البسكوت الناجحة وفي مسج الزبدة بالسمنة يعني علشان ناخد بسكوتة صح لازم يكون في نسبة من السمنة علشان تدينا الطعم الجاهز هحتاج كيلو من الدقيق للكحك والبسكوتات أو دقيق ثاخر كمان هحتاج 400 جرام زبدة غير مملحة بحرارة التلاجة يعني الزبدة تكون بردة هحتاج كمان 200 جرام سمنة بردة بحرارة التلاجة 450 جرام من السكر البودرة 8 جرام بيكنج بودر 4 حبات من البيت تقريبا 227 جرام 5 جرام من الفانيليا و123 جرام من عصير البرتقان الفراش بشر برطقان 15 جرام من الحليب البودرة هاديف الزبدة وتكون بردة بحرارة التلاجة وعليها هاديف السمنة البردة هركب المضرب الشبكي واخفق الزبدة مع السمنة يدوب يندمجه ويكون بكوام كريمي بسيط كده عليهم هنزل بالسكر البودرة وهبدأ اخفق على سرعة هادية اول ما لاحظ ان السكر بتاعي اختفى هعلي السرعة الاعلى درجة وهخفق لمدة 15 دقيقة ولو بنشتغل بمضرب يا جماعة فكل شوية هنريح المضرب لانه مش هيتحمل خفق 15 دقيقة متواصل الخطوة دي مهمة جدا لنجاح البسكوت لازم توصلوا بالزبدة والسمنة مع السكر للقوام الكريمي لهاش ده لان الخطوة دي لوحدها قايم عليها نجاح باقي الخطوات الجاية مهم جدا ان كل شوية نوقف خفق وننزل الجوانب ونعيد خفق تاني بعد 15 دقيقة من الخفق ده بقى قوام الزبدة والسمنة مع السكر بقى فاتح جدا وهاش هنشيل الشبك بقى ونركب الكف لو بنشتغل بمضرب كهرابي فهنكمل شغل بالمضرب الكهرابي على سرعة هادية في الخطوة دي او نشتغل بمضرب يدوي يكون قوي انا هنزل بالفاناليا وبعدين بالبيض البيض هنضيفه بالتدريج بيضة بيضة هنزل بواحدة واخفق وهكذا لما بنقول ان البسكوت بيتكسر معانا ومش بيتحمل ده معناه ان كل بيضة ماخدتش وقتها انها تندمك كويس هضيف بشر البرتقان وبعدين هنزل بعصير البرتقان بالتدريج كده ودلوقت هضيف البيكنج بودر الحليب البودرة والدقيق يدوب بس العجينة بتاعتنا تلم يعني مش هنشتغل كتير على اهد اهد سرعة لو شغلين بمضرب فهنلم العجينة بمعلقة خشب كبيرة وبلاش نبالغ قوي في التقليب ده قوام العجينة الصحة علشان بشتغل في حريرة كويسة يعني نشتغل في تكييف او يبقى جنبنا مروحتين على الاقل لان الجو الحر بيبوز العجينة تماما وهيخليها تخرج المواد الدهنية اللي فيها وتفصل عنها وبالتالي البسكوت مش هيكون ناجح بسكوت جوز الهند مقدير بسكوت جوز الهند هتكون عبارة عن كيلو من الدقيق للكحك والبسكوتات او دقيق فاخر 400 جرام زبدة بحارة التلاجة تكون غير مملحة 200 جرام سامنة بردة بحارة التلاجة 450 جرام سكر بودرة 8 جرام بيكنج بودر 4 حبات من البيت 6 جرام من الفاناليا السيلة ولو بودر هنستخدم 10 جرام فاناليا كمان هحتاج 123 جرام من الحليب الساخن المغلي و15 جرام من الحليب البودرة و70 جرام من جوز الهند الناعم هضيف الاول 123 جرام من الحليب الساخن المغلي وعليها هضيف 40 جرام من جوز الهند انا بتكلم بالجراموات لان الجراموات هي اهم حاجة المقادير بالكوب هسيبها لكم تحت الفيديو هقلبهم كويس واسيبهم يبردوا على جنب انا بشتغل بالحليب ساخن علشان يديني نكهة قوية لجوز الهند في طريقة تانية برضو بتكون حلوة قوي ان انا نحمص جوز الهند شوية هخفق الزبدة البردة مع السمنة البردة لحد ما نوصل للقوام الكريم الخفيف ده هنزل بالسكر البدرة واخفق لمدة 15 دقيقة علشان اوصل للقوام الكريم الهاش ده هغير المدرة بالشبكي بالكف بعدين هنضيف الفاناليا اول ما تبدأ تختفي كده هننزل بالبيض بالتدريج بيضة بيضة هستنى البيضة تختفي وهنزل بالبيضة التانية وهكذا هنزل بخليط الحليب وجوز الهند بخيط رفايع كتا زي ما انتوا شايفين يعني هننزل بالتدريج بعدين هابدى اضيف المواد الجافة زي البيكنج بودر الحليب البودر والدقيق هابدى قليم العجينة بتاعتي على سرعة هادية او بمعلقة خشب زي ما شرحت بالتفصيل في اول عجينة بسكوت النشادر هحتاج 400 جرام من الزبدة البردة بحرارة التلاجة 200 جرام سامنة بردة بحرارة التلاجة 450 جرام من السكر البودرة 4 حبات من البيض 5 جرام فانيليا 123 جرام من الحليب الفرش 15 جرام حليب بودر 10 جرام نشادر 10 جرام بيكنج بودر واذا مش بتحبوا بسكوت النشادر بحجم اكبر ممكن تستغنوا عن النشادر لكن انا بحب اضيف الاتنين بعض بعض بس بقلل البيكنج بودر للنفس يعني بدل معلقة كبيرة باستخدم معلقة صغيرة هجيب حاجة عميقة وانزل بالحليب الدافي يكون اقرب شوية للساخن الوسط وعليها ضيف النشادر هقلب كويس جدا وهتلاحظوا ان الحليب ابتدى يفور معاكم علشان كده انصحكم تستخدموا وعاق يكونوا عميق علشان يحصل الفوران بدون ما حاجة تقل من المقدار او تقع برا وزي ما عملنا في الوصفتين اللي فاتوا وتقدروا ترجعوا الاول وصفة في الفيديو اللي هي بسكوت البرتقان علشان تاخدوا شرح تفصيلي اكتر عن الخفق هنا انا خفقت الزبدة مع السن الاول وبعدين ضفت ليهم السكر البودر خفقت المدة 15 ديئة تانية لحد ما وصلت بالقوام لللون الفاتح ده هغير الشبك بالكف وهضيف الفاناليا والبيت بالتدريج بيضة بيضة واستنى تختفي وضيف التانية هاخد خليط النشادر والحليب وانزل بيهم زي خيط رفايع كده الخطوة دي مهمة جدا تعملوها كده هوقف خفق واضيف البيكنج بودر والحليب البودر والدقيق وبعدين هبدأ قلم العجينة بتاعتي على سرعة هادية يدوب الدقيق يختفي ووقف تقليب تماما بسكوت الشوكولاتة هو مختلف شوية في المقادير وفي تكنيك العجنة عن الوصفات اللي فاتت علشان كده سبته للآخر هحتاج 920 جرام من ديئة الكحك والبسكوتات 600 جرام زبدة انا مش هشتغل بالسمنة بسكوت الشوكولاتة كمان هحتاج 440 جرام من السكر البودرة 10 جرام من الفاناليا 8 جرام من النشا 4 صفار بيت 7 جرام بيكنج بودر 15 جرام حليب بودر 100 جرام من الحليب 80 جرام كاكاو خام غير محلة اول حاجة هخلط المواد الجافة الدقيق هنا شلنا منه 8 معالق وعوضناهم بكاكاو هضيف كمان البيكنج بودر النشا الحليب البودر وقلب كويس انا هدمت كل المكونات الجافة دي مع بعض وهسيبها على جنب وعندي هنا 4 صفار بيت هضيف عليهم الفاناليا وهخفق كويس وبردو هسيبهم على جنب هخفق الزبدة بالمضرب الشبكي لحد ما تبقى كريمي بسيط كده وبعدين هنزل عليها بالسكر البودرة واخفق 15 دقيقة زي ما متعودين وزي ما قلنا في الخطوات اللي فاتت ان الخليط بيوصل للقوام واللون ده هجيب سفار البيض اللي خفقته مع الفاناليا وهنزل بيه خط رفيع كده مع الخفق وعندي هنا الحليب برضو هنزل بيه خط رفيع كده زي ما عملت في البيت لو تلاحظوا ان التكنيك مختلف تماما في اغلب الطريقة دي لان بسكت الشوكولاتة للعيد لو تعامل بطريقة تانية هيطلع مكتوم معاكم جدا لكن الطريقة دي ان شاء الله يبقى هش وحلوة قوي هجيبي المواد الجثة وانزل بمعلاقة كبيرة بالتدريج كده مع التقليب طبعا بالكف شوفوا يا جماعة الكف هو نفس فكرة المعلاقة الخشب يعني مثلا لو انا شغرة دلوقت بمضرب كهرباء فأول جزء اللي هو بتاع خفق الزبدة والسكر البودرة هشتغل بمضرب الكهرابي اول ما تلاقوني بركب الكف معنا كده ان احنا محتاجين المضرب بسرعة هادية جدا او ممكن نشتغل بمضرب يدبي او بمعلاقة خشب فهمتوني؟ يعني الجزء فيما بعد المضرب الشبك بيبقى سهل وبسيط جدا ان انا نشتغل بمعلاقة خشب او مضرب يدبي قوي انا هضيف خليط الديق والكاكاو واحدة وواحدة علشان كده البسكوت بتاعي هيبقى مخدوم كويس جدا وهش ومش مكتوم نيجي بقى لطرق التشكيل بصراحة حبيت اجدد عن شكل المشت اللي كل سنة بنعمله واللي بنستخدم فيه الشكل ده سواء الصغير او الكبير المرة دي برضو هستخدم المشت لكن هعمل ليكم شكل جديد شوية كمان هستخدم قمع بلح الشام في التشكيل يعني اتنين باب فقط او قمعين هنعمل بيهم اشكال حلوة جدا ده الشكل التقليدي المتعرف عليه بالباب دي اللي هي باب بتاعت المشت ده اللي بنعمله كل سنة وده اللي عملته في الفيديو اللي فات لو حابين ترجعوا وتشوفوا عملتوا ازاي اكتر وده بقمع بلح الشام انا هعمل اصابع كده وقطع وبلاش تطوله البسكوت قوي بيبقى شكله مش ظريف بعد التسوية يعني الحجم الوسط بيبقى حلو جدا الشكل التاني ده زي ما نكون بنعمل وردات كده متصلة ببعضها وبيبقى حلو جدا يعني زي البتيفورل تويل شوية الشكل ده شفته في محلات حلواني مشهورة جدا وعجبني قوي وحبيت عمله ليكم ممكن كمان نجدد شوية ونعمل وردات كبيرة كده كتجديد من شكل الاصابع ممكن نعمل وردات صغيرة دوير كده بتبقى حلوة قوي وطعمها بيبقى مقرمش جدا قالي بالشوكولاتة دي انا عملتها اصابع وردات متصلة وعملت منها بردو وردات صغيرة البيب بتاعت المشطة وديكم بيها شكل جديد عن الشكل المتعرف عليه شباية هنعمل زي زجزاج كده نرفع ايدينا ونفصل وهكذا بتبقى حلوة جدا بردو ممكن تعيدوا الفيديو كذا مرة وتشوفوني بعملها ازاي دي وردات متصلة زي بتاعت البيتيفور بس مش بقسمها لتحت يعني بسحب من فوق على طول ايدي بتبقى سلسة شوية في الصحب نيجي بقى للتسوية وهي اهم حاجة التسوية بتكون في فرن ساخن مسبقا على حرية 160 هيحتاج معاكم من 15 ل 25 دقيقة حسب الفرن بتاعكم لو الفرن قوي هنستخدم رفة اعلى من الرف الاوسط ولو مجربين الفرن بتاعنا ووصقين فيه هنستخدم الرف الاوسط على طول اهم حاجة لمتابعة دقيقة يا جماعة لو ما ياخد لون دهبي من تحت بنقفل من تحت وبنديله لون دهبي من فوق خفيف جدا دي تشكيلة البسكوتات اللي انا حضرتها بالبرتقان، النشادر، جزء الهند والشوكولاتة بصراحة كلهم احلى من بعض هتلاحظوا شوية ان النشادر بياخد قوام اعرض شوية عن باقي البسكوتات اذا حابين قواموا اقل شوية ممكن تستغنوا عن البيكنج بودر يعني انجدت شوية عن المتعرفة عليه اشكال الدوار الصغيرة دي سواء شوكولاتة او نشادر او جوز هند حلوة جدا جربوا كمان تعملوا بسكوت شوكولاتة في العيد علشان الولاد الصغيرين وبصراحة هو وصفة استحاق تجربوها حلوة جدا شوية نصايح كده هأكد عليها ومهمة قوي حبيت اجمعها ليكم في اخر الفيديو الديق المستخدم لوصفات العيد عموما او وصفات الكحك والبسكوت البيتيفور هو الديق الفاخر او اي نوع مكتوب عليه للكحك والبسكوت اي حاجة من النوعين دول هنستخدمهم ده نوع للكحك والبسكوتات وده ديق فاخر الضحى اتنين كويسين جدا ونكحين جدا اهم حاجة اذا تختاروا اي ديق فاخر اتأكدوا ان مفيش فيه اي محسنات يا جماعة ارجوكم ركزوا في النقطة دي بيكون مكتوب بوضوح على كيس الديق اذا كان بيحتوي على محسن او لا الديق لو بيحتوي على محسن سواء في البسكوت او البتيفور هيفرش معاكم جدا في الفرن ومش هيطلع مظبوط تماما هتحسوا انكو حطين 3 معلق بيكنج بودر مثلا تاني حاجة نوع الزبدة مهم جدا في الوصفة والنجاحة ان الزبدة تكون غير مملحة انا استخدمت الزبدة لرباك غير مملحة وهكتب ليكم البداية اللي هي الموجودة في السوق سواء في مصر او برا مصر تحت الفيديو ده كمان بداية للديق برا مصر هكتبها ليكم تحت الفيديو كمان وده نوع السكر البودرة اللي انا استخدمته نوع السكر البودرة برضو بيفرق جدا في قوم البسكوت بس بلاش تتحانوا السكر في البيت لانه ملوش علاقة تماما باللي بنجيبه من برا اي وصفة في العيد سواء بتيفور او بسكوت جبنات حان السكر في البيت بنشتريه جاهز لانه بيكون ليه مكونات خاصة وطريقة مختلفة شوية عن اللي بنعملها في البيت من الحاجات اللي حاب اكد عليها جدا ان الزبدة والسامنة يكونوا بردين بحرارة التلاجة لان الخفق الكتير بيسخن العجينة معنا فاحنا عايزين نبتدي بيها بردة علشان لما نوصل للاخر تكون دايبت معنا مدة الخفق لا تقل عن 15 ديئة لو بنشتغل بمضرب هنرايح المضرب بتاعنا كل شوية شغل المضرب زي شغل العجان بالزبط اول ما تلاقوني بركب المضرب الشبكي ده معناه اننا نشتغل بالمضرب الكهرابي لما ركب الكف معناه اننا نكمل بالمضرب الكهرابي على سرعة هادية او نشتغل بمعلقة خشب كبيرة او مضرب يدوي قوي درجة حرارة المكان اللي بنشتغل فيه مهمة جدا يعني لو بنشتغل في الشتاء العجن هتبقى ممتازة قوي معنا ونجحة جدا جدا لو بنشتغل في الصيف فضروري ان مرحلة العجن والتشكيل تكون في التكييف ونسيب الصواني اللي هتتخبص برضو في التكييف لو ما فيش تكييف فنشتغل بالليل ويكون جنبنا مروحتين مثلا كده ونكون مثلا فتحين البلكونات يعني فيه هوا داخل وفيه الجو راطب كده شوية الصينية اللي تخلص تدخل التلاجة على طول يعني كل حاجة وليها حل مش لازم تكييف تماما لو اشتغلنا في الحر الزبدة والسمنة هيفصلوا نتيجة ان العجينة هتفرش معانا جدا في الفرن الصينية المستخدمة مهمة جدا لا تكون تقيلة قوي ولا خفيفة قوي الكلام ده ينطبق على كل وصفات العيد لو الصينية بتاعتكو خفيفة قوي هياخد لون قبل ما يستوي من جوه وهيطلع طريق لو الفرن بتاعنا حار جدا وبيلسع البسكوتة بسرعة هنستخدم الرف اللي هو فوق الرف الاوسط على حرة 160 لو احنا واسقين في الفرن بتاعنا وجربنا فيه قبل كده وصفات بسكوت على طول هنستخدم الرف الاوسط البسكوت لما يطلع من الفرن ما نحركوش من الصينية تماما هنسيبه يبرد خالص وبعدين نحركه وبردو الملحوظة دي تنطبق على كل وصفات العيد اتمنى اكون قفتكم بالوصفة وقلت لكم كل المعلومات المهمة وبكده تكون وصفتنا اللي يوم خلصت اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم لو عجبتكم فما تنسوش تعملولي لايك وشير للفيديو ده كمان اذا انتم جداد على القناة واول مرة تشوفوها انزلوا تحت الفيديو اضغطوا على زر اشتراك او سبسكرايب وفعلوا جرس التنبيه علشان يوصليكم اشعارات لما نزل وصفات جديدة اشوفكم على خير